كيف يكون المغلوبين؟ كيف يكون المغلوبين؟ كيف أنواع المغلوبين؟ بداية نجب أن نعفر الريد بلات سيلز الاربسيز ديمتر ثمانية مايكرو بينما المايكرو سيكريشن ممكن تكون ثلاثة ونص مايكرو لعوايا الدقيقة مايكرو سيكريشن كابلاريز طيب الرحلة تحت الاربسيز صارت مئة وعشرين يوم دي نقول عليها كل الاربسيز حوالي 480 كيلو نتر مسافة طويلة الاربسيز لما نشوف الفوليوم تحتها 80 فمتوليتر الاربسيز فليكسبل عندها مرونة سبب المرونة دي انها بايكون كيف مقعرة من فوق ومقعرة من تحت اتهازة ability to generate ATP تقدر انها تطلع مواد زي الATP تديها طاقة تساعدها في رحلة الحياة بتاعتها اللي هي مئة وعشرين يوم اللي هي 480 كيلو تساعدها الخصائص دي كلها الى انها تتجاوز المايكرو سيركيليشن بثلاسة بدون ما تتتحطم بسبب انها فليكسبول مارينة بايكون كيف وبطلع ATP وكمان بتطلع مادة مهمة جداً اسمها النات بي اتش النات بي اتش دي فيها اتش الاتش دي تسمون عليها reducing substance بتحافظ اللي على الاربسيز ضد عوامل الاكسادة تسمون عليها anti-oxidant مهمة جداً النات بي اتش ده